أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنا دعوا من ذون الله ما لا ينفعنا ولا يدرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لهو أصحاب يدعونه إلى الهدى بنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا للمسلمين رب العالمين وأنقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق بالسور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نريب إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما فلقال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي فلما فلقال لإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلقل يا قومي إني بري مما تشغون إني وجهت وجهي للذي فضر السماوات والأرض حنيفا ومان من المشركين وحاجه قومه قالا تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشكون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرككم ولا تخافون أنكم أشرككم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة ناتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعكوب قلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن زريته داود وسليمان وعيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم وجد بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين أبيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم قدده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنسل الله على بشر من شيء قل من أنسل الكتاب الذي جاء به موسى نوربه وعودا للناس تجعلونه قراتيسة بدونها وتففون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قودهم يلعبون وهذا كتاب أنسلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنظر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخر يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن نظم ممن افتر على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائجة باسطوا أيديهم أقرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون بما كنتم تقولون على الله قير الحك وكنتم عن آياته تستجبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وترأتم ما خوفلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تغطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأن أدفكون فالق الإسباح وجعل الليل سكنا والشمس والغمر حسبانا ذلك ذا قدير العزيز العليم وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة ومستغر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النقل من طلعها قلبان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى سمره إذا أسمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وغرقهم وغرقوا له بنين وبنات لغير علم سبحانه وتعالى عما يسكون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر في نفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرقوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا يتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبهم بما كانوا يعملون وأوسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في ثغيانهم يعمهون صدق الله العظيم شكرا